السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بنت لالنجية فيديو ديو ماشاء الله عدي نحاول نخدم معكم حاجة بحاجاني شوية بشوية بش ميكونش فيديو طويل واصلا عندي خدمة كتيرة كنحاول أنني نكمل معكم الفيديو ان شاء الله إذن أخواتي هنيو ماشاء الله عدي نخدم معكم مكان الأزرار أو بندة الأزرار لكن احنا نخدمها بطريقة مختلفة فصاحب الموديل ما بغاش بالأزرار بغاء السحب أنا كنت قدع سمعكم بندات ديال مكان الأزرار لكن هو بغاء السحب وكان أخواتي الطول كيبقى اختياري أما العرض عشرة سنتيم وممكن تزيده على عشرة سنتيم أنا اختارت هاد القيمة يعني مناسبة ومزيانة لكن انتم ما تقدروا تزيدوا العرض هذه مكان الأزرار أو لا بندة ديال الأزرار أو بالسحاب وكما كيسميها ربما واش في مصر أو سعودية البشليك بشليك بحالة كده يمكن هنا يا عدي نخدم معكم بطريقتي يعني أخدم معكم بطريقتي وبأبسط طريقة يعني ولو تكوني مبتدئة غدي تخدمي هاد الدرسة غدي تطبقي أكيد يعني طريقة سهلة 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 جدا غي تبقوا معي وهدي تشوفوا بأنه فعلا طريقة سهلة أنا أخواتي خدينا السحب نسبة للسحب وضوح الحسن الطول اللي بغيتون فالفتحة أنا وبعض الأخوات اللي كانوا تقولوني واش كتخدمي للرجال أنا ما كنخدمش للرجال غير يعني السوج ديالي الأخ ديالي الأب ديالي فقط ومسلا للعم أو الخل من غير هادو إلا كانوا أطفال مسلا صغار ممكن مكان شي شخص كبير لا ما كنناخدش المقصات عليهم ولا نخدم ليهم إلا لجابت للسيدة مسلا موضيل ديال السوج دياله وللاخد دياله مهم لا حسب ويعني ناخد القياس على هديك شي حاجة دياله يعني شي موضيل هكذا مثلا قدر ناخده لي العبر أو مثلا جابت لي المقص دياله في هات شريكين أخواتي بنسبة للطريقة كيف كتشوفوا معي يعني يا سنتيم اللي كنت ديجة أنا قطعته في الفصالة في طريقة الفصالة ما كنت شادي ندير تسحب صراحة أنا كنت قطعت على أساس ندير بالأزرار لكن صاحب الموضيل بغى تسحب يعني كيف ما كنت شوفوا معي أخواتي بطريقة جيد سهلة ممكن تخدمه بالتوس أو السباط اللي خاص بالسحب أنا فالثالث عني خدم بطريقات عادية وبسيطة وسهلة بالأخص لأصحاب المشاعرية يعني كيبعوش حاجة لي تكون سهلة وضغية كتقدر تتخدم اليوم ما تاخدش منه موقت كتير يعني كيف ما كنت شوفوا معي يعني المهم ماشي يعني كسبقاش شوية على السنسلال اللي أولى السحاب لحنا يما خليناش حق السحب يعني كيف ما شفتوا قدرت واحد الفوت حصاف أنا كنحاول نطوي هذك الجزء اللي كان هذي السحب اللي في النهاية دي السحب هذيك الحديدة فيك هنا سمع غادي تلاحظو را الطريقة سهلة وبسيطة يعني هي طوينا هذيك القيمة بش ما نطلعش منه خيوطه اولا تش نسف كما كان قولو احنا اياه في المغرب أنا غادي نطوي هذي سنتيم الثاني وهي مسحب قصو يكون في الوسط اولا السنسلة انا راه بدون ميكوات اي حاجة كنخدم مع معكم من غير يعني البندا هي اللي شوية يعني في الاول سقط لا فيزلي نقطوي سعلى اتنان فقط انا غادي يمشي ونديرو السرفلة او السرجي اوه طريقة ولا اسهل يعني ولا اسهل طريقة جد سهلة وبسيطة ناخدو البندا ونحطوها هنا في الجنب دي الخياطة نخيطنا بشرط ان هاد البندا نحددو المنتصف ديالها فاول حاجة نحسبو واحد سنتيم حق الخياطة والباقي قسموه على اتنان ناقص واحد سنتيم قالينا اربعة سنتيم اربعة سنتيم مقصومة على اتنان يعني النصف ديال هاد اربعا نقسموها على اتنان منتصف ديالها يكون مع الحديدة دي بالسحب يعني في الوسط دياله بش ما تجيناش البندا مثلا اه ما ايلا الجهة الجهة اليسرى او الجهة اليمنى يعني مهم اصتتكون في الواسط واحد سنتيم منتصف ونحاول نتبسها بواحد دبوس اولا بابرة صغيرة اخواتي نخدمتها بطريق تي كانت من نتاج بكم واللي ما اجبتها شو بغا تطير بش الطريقة اخرى ما كي احتشي مشكل انا غذي نطوي واحد سنتيم كيف كتشوفو معايا موضوع ساهل وبسيط يعني بدون تعقيدات ولا احتشي حاجة اهو انك نخيطو على الحرف يعني الحفام اهم حاجة تكون نفس القياس او نفس العبار حاو نقرب لكم الصورة شوفوا معايش هاكن خيطيني واحد القيمة قليلة هات الشكل فباقي ان شاء الله اه ان شاء الله اه اه ان شاء الله في الدرس دي الكل او الياقة هادي السقول الكل هادي يكون في واحد الزر وما بغيش تك الزرك يجي باين ان شاء الله بيدي لحسب اه لحسب يعني انا كنكون خدامة نقدر تجي فكرة ما نعرف ربما لاقش الزر يكون مزيان وهذا موضوع ممكن يكون في الكل ماشي في هاد البندا هنا كننزلو اربعة سنتيم كنخلي حق الخياطة هنا ايا نحاول نرسم واحد الخط متلاس هنا في الاول ومن بعد ادير رسم واحد الخط شوف ميس طارة او غير بالسنتيم سطر ماشي مشكل وكنحاول نخلي تقريبا سنتيم ونقطع الباقي هناك ننقصو هادك السمك ديال البندا يعني متنية على اتنى نحاول ننقصوه منها باش ميكونش اه اتناء الطيق ما يجيناش البندا غليطة يمشو على الحرف او العلاق الحاشية ديالتدوز ننقص كذلك من هاتجية هادي هاد القيمة نحاولو ننقصو منها باش كتجينا خدمة اه مزيانة كتجي مضبوط البندا كتجي مضبوطة بدون ميكوات غدي تلاحظوها ننكمل الخياطة دي تشوفو بدون ميكوات يعني حتى شي حاجة مكينش يزواق ولا يعني حتى قد ساعد صورتها لا نهائية كنحاول نوريكم اي حاجة على الحقيقة ديالا هاي وهادي داب نكمل الخياطة نقص منها شي شوية يعني واحد القيمة قديرة هكذا يجاة صعيبة ممكن تبس دابة بس لكن ما كان حتى شي صعوبة كيف كتشوفو معي كل شي ساهل الحمد لله نوصل هذا الجزء هذا واحد القيمة معينة مثلا اه ثلاثة سنتيم او اثنان فاصلة خمسة حسب الرابع هنا يا بيدون ميكوات كيف كتشوفو معي يعني مني غادي تكون هذا شوفو معي والسحة يعني خدمة جد ساهلة وبسيطة كانت من اخواتي كون اجبكم فيديو اليوم ما نطور شاريكم وتسنوا فيديو اخر ان شاء الله حتى نكملوا الموديل ديالنا بإذن الله بما تكون عندي اه واحد الوقت يعني بقالي من الخدمة ديالي ان شاء الله نحاول نكمل معكم الموديل بإذن الله وشجعوني بلايك وبترطاج والسلام عليكم